شون تقيمين موضوع تعيين عشرات الآلاف من المحاضرين التربويين هذا صحيح؟ وتعتقدين أنه القسم الأكبر منه مؤهل أن يقوم بالعملية التربوية بصورة صحيحة؟ للأسف كان جرح كبير وبهذه الدورة في بداية الدورة أول ما داومنا صدمونا بتعيين الخريجين اللي ما يعني ما أقل لك كلهم إنما خمسين بالمئة ما مستحقين ليش؟ ليش ما نعين المحاضرين؟ ليش ما نعين ابناء القرى ذوي الشهداء اللي كليته صباحية واللي معدله عالي واللي اختصاصه علمي ومدارسنا تفتقر لهذه الاختصاصات ما عينوا؟ المن عينوا؟ وحتى اللي قدمناه واعتراضات ما عينوا وحشيها صراحة قرائبهم عمامهم؟ لا والله لا قرائبهم ولا عمامهم وأني هددت كل اللي القائمين على هاي العملية والتقيت برؤوس هاي العملية وقلت لهم أما يصير حال بالجديد بالرابط الجديد تنطون حقوقهم من هذول اللي قدموا على التربية ومطلعت أسماء وقلت كرة الأسماء اللي باعت الدرجات درجات؟ نعم بيعت؟ بيعت الدرجات وللأسف ويدرون كلهم يدرون بهذا الشيء ومن اختلفنا وأقلنا مدير عام التربية قاموا طلعوها بأن أنتم مالكم حق الإقالة ومالكم حق ولو هي كانت حالة مستعجلة إقالة ومربكة المفروض موها الشكل تعال يا با يا مدير التربية خلنا نقدم هذه الاعتراضات والرابط اللي سويناه للطلب المظلومين كانت ألف طالب ألف اعتراض معترضين عينهم أنت حسب ضابطهم حتى تكون تخلص من شغلة الإقالة ولكن كان من يقود العملية حيشاك الفاسدة وخربوا على كل التربية واليوم هناك ترشيح لمدير عام جديد وإن شاء الله التقينا به هاي اليوم شرحنا له الضوابط اللي إرادها مجلس المحافظة من السابق اشتركوا في القناة